هلا والله بالشباب حياكم والله فيديو جديد من عبادة مودرين وارشب مثل العادة يا شباب بعد نزول التحديث العالمي احنا نختبر السفينة رويل باس بأفضل تشكيلة ممكنة وهذا الفيديو هو مخصص عن هذا الامر ان شاءنا هنختبر السفينة رويل باس الجديد لحتنزلكم يوم واحد بالشهر القادم اي بعد ايام قليلة بشكل مجاني بلفل الاربعين مثل ما قلنا لكن قبل ما نختبرها ونشوف يا شباب التشكيل اللي حاطها اول شيء لكم شاركة مهمة وليش ما صوت فيديو عن الحدث الجديد للامر الحدث الجديد مخيب للامر لوحدث بسيط اعتبروه شاركة مدة يومين او ثلاثة حدث الفصح يعني السمن تجي شوف صيد بيضة عيد الفصح سابقا هم نزلنا يتي قريب الحدث حاطين حساب بريميوم يومي اوكي جيد امر ما يخالف وحاطينا صورة رمزية تمام وحاطينا علم حلو ولقب وتموية الو وان السلاح بالموضوع حطونا سلاح الاقل حتى الناس تلعب تحمس تكمل حتى مين نعطي اوكي الاسلحة ماتنا يا شباب طبع عندنا صاروخ السبعمية وخمسين السيد راقون هذا مغلق حطينا اتامكا اربعة اتامكا حسنا عندنا مع اربعة السيد راقون رح يكون ثمانية مدفع تيم اف مع طوربيدات تايب اثناش اثمان طوربيدات رح تكون يا الهي مروحية الشينوك والدفاعات الجوي القاربون رح يكون يا شباب مع الاسلحة المغلقة بها اللي حشل Cayetan سابقا والشيء اخير يا شباب ولو اطلت عليكم قليلا الدفاعات الجوي راح نسولها فيديو إن شاء الله باليوم او يومين القادمة شرح كامل عن دفاعات الجوي بعد التعديل اللي حصل عليهم من الشركة ودفاعات الجوي يعدل عليهم بشكل كبير للافضل يا اصدقائي لتس لو حسنًا ترجمة نانسي قنقر 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 حالتة صعبة ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا وسهلا أهلا وسهلا ودع الملاعب يا بعد روحي ودع الملاعب يا بعد كلبي سلام عليكم أبن ورنيا وردة شكرا هناك مشكلة بالبدن عويصة هناك مشكلة بالبدن عويصة القصف أتاني من حيث لا أدري لازم شنا سوي اهربوا قوية جدا قوية والله هجوميا تلعب تكتيك مسافات بعيدة مو مالبوش يعني ترغم انه بها اربع اثمان صورة قد تحصير وثمان طور بيدات بس يعني شي بتوضع بدنهم فايتات بعيدة مزعجة جدا ومدمرة والتشكيل اللي انا حاطها تفيدكم يا شباب جدا رأيكم بسفينة اولا بالاونلاين وبالتشكيلة ثانيا وفي امان الله